أخيراً البورصة المصرية الحقيقة في أسوأ حالتها يعني الأسبوع اللي فات أنا قلت لكم أنها الأسوأ بين البورصات العربية في الربع الأول من هذا العام أسوأ البورصات العربية تماماً إحنا دلوقتي بنتكلم على النهاردة كان فيه تراجع للمؤشر الرئيسي للبورصة يعني في أدنى مستوياتها من إبريل 2020 إيه سبب هذا التراجع الحقيقة أنها أسباب كتيرة جداً مش بس البضاعة مش بس التدخلات من الرقيب مش بس حاجات كتيرة في حالة من عدم الثقة لدى المستثمر خاصة الأجنبي إحنا عندنا خروج للمستثمرين الأجانب معظم البورصة المصرية دلوقتي حوالي يعني نسبة كبيرة منها من المستثمرين المحليين في خروج كبير للأجانب عايزين نفهم لماذا هذا الخروج ولماذا حال البورصة